تطبيق نموزاجة معلومات البناء في مدن الجيل الرابع مدينة العالمين الجديدة بقلم مهندس اسلام خليل هنقول نبزة عن المشروع تعتبر مدينة العالمين الجديدة أول نموزاج لمدن الجيل الرابع في مصر تبلغ مساحات المدينة 50 ألف أدان ومن المخطط لها أن تستوعب أكتر من 3 مليون نسمة في نهاية مرحلتها الأولى وأن تكون بها حياة على مدار العام وليست مدينة للمصر فقط وتصبح المدينة عيكونة للعالم الشمالي للسحل الشمالي الغربي كلها بعد اكتماله حيث أن مدينة الجيل الأول حيث أن مدن الجيل الأول بالبلاد بدأت في أوائل الثمانينيات بإنشاء العديد من المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والسادس مثل مدينة 6 أكتوبر والسادات و15 مية التسعينيات أبرزهم مدينة بدر والعبور وبنسويف الجديدة والمينيا الجديدة بينما الجيل الثالث كان أو تم في أوائل الألفينيات الحالية وأبرزها مدينة الشروق الجديدة والسيوط الجديدة والقناة الجديدة وأسوان الجديدة الاتجاه نحو تطبيق نمزاجة المعلومات أو نمزاجة معلومات البناء وهي البيع اي ام الهدف من تطبيق نمزاجة معلومات البناء البيع اي ام وهو إنشاء مصدر مركزي معلوماتي مشترك يحتوي على كل التصميمات الضرورية والمعلومات التشغيلية خول المشروع مع استخدام تقنية ثلاثية الأبعاد لتقديم اقترحات التصميم بدون تطبيق حقيقي في الموقع مع وجود تنصيق مسبق وتعاون بين جميع العناصر المشاركة بالمشروع ونظرا لأنها تقوم بتسهيل التواصل بين جميع أفراد المشروع وإنشاء عملية التبادل المعلومات والبيانات من خلال بيئة تعاون المشتركة وهي الكمن داتا انفيرومنت فإن هذه التقنية جعلت من وجود ضرورة جعلت من وجود ضرورة ملحة في مثل هذه المشاريع والتي يطلق عليها ميجا بروجيكت المشاكل الأساسية فيها المشروع كانت رقم واحد مشكلة التواصل بين جميع المشاركين بتنفيذ المشروع من الملك والاستشاري والمقاول اتنين التنسيق بين الرسومات المختلفة لجميع التخصصات خطوات تنفيذ نمزجة معلومات البناء البيم في مشروعات مدينة العالمين الجيدة استخدام الواقع الافتراضي وذلك لسهول وذلك لسهولة التجول داخل المشروعات ومعرفة تفاصيلها استخدام برنامج الانفراوركس تلتونية وستين وذلك لعمل تنسيق بين جميع المشروعات عبر البيئة التفاعلية استخدام برنامج النفسورك العمل محاكاة للبرنامج الزمني والتكاليف الفايف دي والفور دي استخدام برنامج ريفت وذلك لاجراء عملية التنسيق والتكامل لمختلفة تخصص بالمشروع تطبيق نظام البن تلتمية وستين في عملية التواصيق المستملكة ومشاركة الملفات مع تدعيم عملية التواصل المشتركة بين جميع العناصر المشاركة بالمشروع مشروع أو مشروعات الأبراج الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة العناصر الأساسية للمشروع مسؤول الانجينيرينج يونت ده المسؤول عن أعداد اللوحات التنفيذية الاسي جي مسؤول عن أعداد اللوحات التنفيذية المقاولين العرب والمقاول الرئيسي للمشروع الاسي جي الاستشاري للملك هذا المشروع يشمل على ثلاث أبراج بمسطح 1500 متر مربع وبارتفاع 40 دور يربطهم ببوديوم بثلاث أدوار يشمل أو يشتمل على مسطحات خضراء وحملات سباحة ومسطح جراج المقاول العام شركة المعولين العرب فرق الأسكندرية الاستشاري بالمشروع وفا مجموعة المهندسين الاستشاريين مكتب تالنت هو الوحدة الهندسية بفرق الأسكندرية والمسؤول عن إعداد الرسومات التنفيذية المشروع كانت مشكلة التواصل كبيرة كما لم يكن هناك رسومات نهائية المشروع مما أدى إليها كثرة الاجتماعات الذي كان أحد الأسباب التي جعلتنا نبحث عن طريقة لتعزيز التعاون بيننا ولذلك استخدمنا بم تلتونية وستين التنسيق باستخدام بم تلتونية وستين تعتبر عملية التوصيق للمستندات هي خطوة مهمة وحيوية في حياة أي مشروع فإن البيم تهتن بالوثائق خطوة أولى في المشروع تقديم بيم تلتونية وستين دوكيمتس وفي بداية الأمر قمنا بتسليط الدوع على الطريقة التقليدية في عملية تبادل المستندات والرسومات وحل المشاكل وهو الملاحظات وما تستغرقه من نقطة طويل كما يظهر بشكل واحد وهو محطط تبادل المستندات بالطريقة التقليدية ثم انتقلنا للطريقة الحديثة وذلك عن طريق الكلاود من خلال بيئة 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 مشتركة وهو ما تحقيق هذه الطريقة من سهولة التواصل من خلال عرض الموديل الذي قمنا بتنفيذه من خلال برنامج ريفت ولكن المستفيد من هذا الموديل ليس فقط عنصر واحد بل جميع العناصر المشاركة وذلك عن طريق بيم تلتونية ستين دوكيمتس كما هو موضح بالشكل الاتنين اللي هو ده مخطط تبادل المستندات عبر اميم تلتونية ستين يعني حصر فكر كثير من المكاتب والشركات في استخدام الموديل كما بالشكل الثلاثة اللي هو ده فقط في تحديد التصادمات بين التخصصات المختلفة وذلك ومن ثم استخراج الوحادة تنفيذية لكن هذا الفكر خاطئ حيث ان احد الافكار رئيسية التي تسعى لهنا من تجهة معلومات البناء البي اي اي ام فهو حل مشكلة التواصل بين جميع افراد المشروع فاذا كنا قد قمنا بحل مشكلة المسومات فاننا لم نحل مشكلة التواصل بين الاطراف المشاركة لذلك يقوم نظام بيم تلتونية ستين بيستخدام هذا الموديل لكي يكون حلقة وصل بين جميع الاطراف المشاركة بالمشروع من خلال بيت بيانات مشتركة ويكون من السهل التعرف على جميع التفاصيل بسرعة كما يمكن ايضا التصفح والطلع على جميع الرسومات الخاصة بالمشروع كما بالشكل الربعة اللي هو ده مزهور اللوحات المساعدات عبره بيم تلتونية ستين كما يمكن ابداء جميع الملاحصات او الاشز وعمل مركبه على اللوحات كما هو موضح بشكل خمسة وستة لهم دول عمل مركب للاشز عبره بيم تلتونية ستين هذه المركب هنا بيقول له عدل في التسليح وعند الحفظ يقوم النظام بابلاء جميع المشاركين بالمشروع بهذه الملاحظات والتي يمكن عرضها من خلال اجهزة الموبايل او التابلت او الكمبيوتر وذلك اللي حلها باسرع وقت دون تأخير من المميزات التي اضافها هذا النظام هو امكانية تحديد اي مشكلة وذلك من خلال تصفح الموديل وابداع اي ملاحظات والتعرف على جميع التفاصيل وذلك على الموديل دون فتح اللوحات والرسومات الخاصة بمشروع كما بشكل سبعة وتماني فندق شمس العالمين بمدينة العالمين الجديدة بنفس الطريقة بمشروع فندق شمس العالمين بمدينة العالمين الجديدة يتم استخدام هذا النظام في حل مشكلة التواصل بين جميع العناصر المشركة والمشروع وحل المشكلة المتعلقة برسومات والمستندات كما هو وضح بشكل تسعة وعشر خلال مرحلة البناء يمكن ان يساعد النموذج فور دي في تنسيق البناء ومراجعة قابلية البناء كما انه يسمح بفهم كيفية بفهم كيفية سير العملية في نقطة زمنية معينة كما يمكن اجراء المقارمات بين اثناء الانشاء والمخطط اه جداول من اجل تحسين الادارة الشاملة في مشروعنا ابراج العالمين الجديدة ابراج مدينة العالمين الجديدة اراد اراد المديرون ادراء مقارنة بين طريقت بين طريقتين التنفيذ لتنفيذ الابراج والوضع المالي في وقت محدد وكانت تلك نتيجة كما هو وضح بشكل اثناشر اللي هو ده طريقة تنفيذ رقم واحد التي يتم بناء الكور على مراحل اه مراحل اولا ثم الاعمدة ثم الحوائط والاسقف بالتسلسل الاعمدة الاول وبعد كان الحوائط والاسقف اه بالتسلسل طريقة تنفيذ اه رقم اثنين كما بشكل تلاتاشر والتي اه يتم بناء الكور مع الاعمدة والحوائط والاسقف بالتسلسل وكانت النتيجة زي ما احنا شايفين هنا في الرسم وبعد ذلك قررت الإدارة التخييز بطريقة التنفيذ رقم واحد وذلك لأنها حققت نسب تنفيذ أعلى وأيضا عيد مادي أعلى كما استخدمنا أيضا في متابعة البرامج الزمنية الفندق ومعرفة الموقف التنفيذي بحيث يتم مقارنته بينما هو مخطط ومنفس كما في شكل 14 و 15 من أعمى تطبيقاتنا مزاجة معلومات البناء في مشاريع البنية التحتية هو برنامج الانفراورك 68 حيث يمكن من خلال هذا البرنامج إجراء العديد من مشاريع البنية التحتية مثل الطرق كما بشكل 12 كما بشكل 16 وشبكات الصرف والجسور ويمكنك أيضا عمل بروفايل لكل طريق وتحديد كميات الحفر والردم بشكل تقريبي وأيضا تحديد تصادمات في شبكات الصرف كما بشكل 17 و 18 وفي نهاية المطاف تملجوا لأحدث تقنيات العرض للمشروع وهي الVR والتي تم استخدامها في مشروع أبراج وفنادق مديدة العالمين وذلك من خلال الرابط بين برنامج الريفت ونظام وذلك من خلال بلاجين في برنامج الريفت وهو الانسايد VR كما موضح بالشكل رقم 19 ومن ثم تم التقاط بعض الصور من داخل مدارة كما وضح بالرقم بالصور الرقم 20 و 21 و 22 زي كده وكده تكون خلصت المقالة كان معاكم محمد صغر نشكركم جدا لحسن استمعكم